اهلا بكل مشاهدينا من جديد مشاركة سيادة الرئيس عبدالفتح السيسي في القمة الافريقية الاوروبية وعقد وعدد من اللقاءات مع قادة افريقيا واوروبا كانت مشاركة مهمة واستثنائية خلينا نقرأ اهميتها ودلالتها ونتيجها مع الاستاذ احمد ناجي امحا الكاتب الصحفي ورئيس تحرير مجلة السياسة الدولية صباح الخير على حضرتك صباح خير صباح صباح خير صباح يا رب حضرتك ستزا احمد لما نيجي نقول يعني خبر زي مشاركة مصر في اجتماع منظمة الصحة العالمية واختيار مصر واحدة من عدد الدول القليلة جدا اللي حيتم نقل اليها تكنولوجيا مختلفة لتصنيع اللقاحات الخبر زي ده نقدر نقول وقع صدا عليناء في البداية اسمحي لي احط عنوان للقمة قمة رؤساء الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي اتفقوا انها تكون نحو شراكة متجددة انا تقدير انها نحو شراكة عادلة يعني مفترض ان يكون عنوانها نحو شراكة عادلة القارة الافريقية طالما عانت في مجالات بتمثل النهاردة تحديات للعالم كله بنتكلم على المناخ بنتكلم على الصحة بنتكلم على التحديات التقليدية اللي ابتدت يعني لو دي تحديات غير تقليدية نتيجة ظروف الجائحة ونتيجة ظروف المتغيرات المناخية انما عندنا تحديات تقليدية زي الارهاب بنتكلم على تحديات تقليدية زي تفشي الفساد بنتكلم على تحديات تقليدية زي الهجرة غير الشرعية بنتكلم على تحديات تقليدية زي الازمات في نظم الحكم الأفريقية المتعددة فهنا بتبان أهمية القمة السادسة بين الرؤساء الاتحاد الأفريقي ورؤساء الاتحاد الأوروبي الحقيقة المنحة اللي خدته القمة فيما يتعلق بمجال الساحة أحد أهم الجوانب اللي شملت أعمال القمة وجود مصر دمن خمس دول أفريقية سيتم توطين صناعة اللقاحات فيها أمر في غاية الأهمية يمكن الخمس دول موزعين جوارفيا على مختلف أقسام القرى الأفريقية بحيث أن يتم تغطية القرى الأفريقية باللقاحات احنا بنتكلم على استثماراتها توصل لحوالي 0,5 مليون يورو أوروبي توفر عندنا 11% بس من القرى الأفريقية مواطني القرى الأفريقية أو شعوب القرى الأفريقية اللي تلقوا اللقاحات هذه اللحظة رقم محدود جدا مقارنة بأقرانهم في العالم وده عدم العدالة اللي احنا بنتكلم عليها ومن ثم أن يتم التوجه على هذا النحو في هذه القضية ووجود مصر ضمن هذه المجموعة أمر بيعكس النمر واحد تقدير المكانة المصرية تقدير المكانة المصرية نتيجة ما تم بزنه من جهود من الدولة المصرية منذ 2015 لغاية النهاردة لدعم أعمال هذه القضية اثنين إثبات لي صحة وجهة نظر الدولة المصرية في أهمية التوجه السابت في استراتيجية سياستها خارجية القائمة على تحقيق المجسب للجميع نعم إذا أفريقيا قرر شابة وقرر بها عدد كبير من الشباب من حق هذا الشباب أنه يلقى التعليم الجيد أنه يلقى الصحة الجيدة من أجل تمليكه قدراته ومقدراته على التعامل مع التحديات المستقبلية نعم فوجود مصر من ضمن هذه الدول يعبر عن نمر واحد التأكيد على مكانة الدولة المصرية اتنين أن الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا جدا في مجالات البنية التحتية التي أهلتها لكي تكون مستضيفة لهذه الصناعة وتوطين هذه الصناعة فيها وخبرتنا السابقة في وجود الصناعة يعني إحنا عندنا بالفعل بننتج لقاح محلي فأعتقد ده برضو يؤهلنا للقدرة على التعامل مع التكنولوجيا الجديدة بالضبط نمر ثلاثة مش بس الحركة فضلت وقلتي ولكن تعامل الدولة المصرية وفقا للإجراءات التي تبعتها في التعامل مع جائحة كورونا وقدرتها على التفاوض بجدية من أجل توفير اللقاحات لمواطنيها بصورة تضمن حماية هذا المواطن ومختلف المصر طبعا في النهاية لازم نتذكر دايما كلمة فخامة الرئيس أن هذا الشعب محفوظ بأمر ربنا مهما تعدادت الأسباب لكن لا يمكن أن ننكر جهود الدولة المصرية في هذا الإطار جهود المنظومة الصحية المصرية خبرات الطبية خبرات الأطباء المصريين وخبرات المعامل المصرية وخبرات الصناعة المصرية الدولية في إحداث هذه النقلة النوعية لتتؤهل الدولة المصرية لتبوق هذه المكان طيب عايز أتكلم حضرتك عن علاقة مصر بدول القرى السمراء خلال الفترة الأخيرة ويمكن حضرتك أشارت النقطة مهمة جدا وهي نقل التجربة المصرية في مجالات متعددة إلى القرى السمراء عشان يكون في تعاون استراتيجي ما بين القرى السمراء وقرى أوروبا لازم يكون في بنية تحتية قوية أعتقد أن مصر ساهمت خلال الفترة اللي فاتت في تحسين وضع البنية التحتية في دول أفريقية عديدة بالضبط لو إحنا بنتكلم على حدود قدرات الدولة المصرية الدولة المصرية بزلت في حدود قدراتها كل ما يمكن من أجل نقل خبراتها الكاملة أو الخبرات الفنية أو الخبرات اللوجستية أو خبرات التشييد والبناء لمختلف دول القرى خاصة دول حوض النيل في مجال الاستثمارات في مجالات الطاقة في مجالات بناء السدود في مجالات مكافحة الإرهاب في مجالات مكافحة الفساد إذن أنت بتتكلم عن جهود مستمرة يمكن بدأت قبل رئاسة مصر الاتحاد الأفريقي واللي تووجد برئاسة مصر الاتحاد الأفريقي يعني علشان نبقى فاهمين الوضع لازم نتفهم وضع الدولة المصرية في القرى الأفريقية في 2014 2013-2014 كان عمل إزاي؟ ومع بدء تطبيق الاستراتيجية المصرية للتعامل مع محطها الرئيس الحاضن الرئيس لأمنها القومي بنتكلم على القرى الأفريقية والدائرة الأفريقية إزاي مصر قدرت تنقل هذه العلاقة إلى مرحلة غير مسبوقة من التعاون الوثيق وده منح للدولة المصرية الحق في الحديث باسم القرى الأفريقية في العديد من المحافظ يعني خلي بالحركة أن السيدة الرئيس كان راجع من الصين وكان يمهد للقمة الأفريقية الصينية القادمة السيدة الرئيس ما بيروحش أي لقاء من اللقاءات الصينية المباشرة أو اللقاءات في أي تجمع على مستوى القمة أو على مستوى المنتديات إلا هو بتكون أفريقيا حاضرة في أجندة السيدة الرئيس وده بيعكس اقتراب غير مسبوك في التعامل مع هذه القرى وفقا للمنظور المصري التعاوني في التعامل مع هذه القرى الدولة المصرية بهذا الاقتراب التعاوني بتحقق نوع من أنواع الأمان وتقليل حدة الفجوة في العلاقات بين الشعوب إزالة الانطباع السائد في فترات سابقة عن علاقة الشمال الأفريقي بالجنوب الأفريقي مصر قسرت كتير من الحدود في هذا الإطار ولازم نتوقف عند الرئيس السنغالي وزيارته قبل توليه مباشرة الرئاسة لحق الأفريقي إلى جمهورية مصر العربية ولقاءه بفخامة رئيس عفتاح السيسي في نعكس كبير جدا لتأدير مكانة الدولة مصرية والاستفادة من خبرات مصر في التعامل مع قضايا القرى الإفريقية الشائكة والاستفادة من هذه الرؤية من أجل طرحها في المنتديات القادمة يمكن ده انعكس على التفاعل الاتحاد الأفريقي في داخل جلسات ومنتديات الحوار في القمة الأوروبية الإفريقية وكان ليه تأثير واضح في هذا الإطار الاقتراب المصري الأفريقي اقتراب مش جديد مصر دولة بتهتم بالقرى الإفريقية على مدى عقود طويلة يمكن احنا ساهمنا في قضية التحرر ساهمنا في قضية دعم بناء علاقات قوية مع دول القرى الإفريقية خاصة الدول الفرنكفونية وقت تولي دكتور بوترس بوترس غالي وزارة الدولة للشؤون الخارجية أسس هذه العلاقات على هذا النحو الذي يمتن علاقة مصر بالدول الأفريقية خاصة الدول اللي نتقبل الفرنكفونية انت النهاردة بتتحول إلى مصر أوسع كتير جدا انت بتعيد تطبيق هذه السياسات التي أسسها الأباء ولكن في التعامل مع كافة قضية القرى والتحدياتها من منظور تعاوني جديد نعم كعادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لا ينجز مهمة واحدة فقط في المرة يعني على هامش المؤتمر أو على هامش القمة تم عقد لقاءات من قبل سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والعديد من الرؤساء رئيس المجلس الانتقالي في ليبيا رئيس الجمهورية التونسي كان فيه العديد من اللقاءات متخيلين أن نكون خرجنا بإيه من هذه اللقاءات سيد زمانة اللي حضرتك قلتي في منتهى الدقة دائما لقاءات سيادة الرئيس الخارجية بتحمل مجموعة من الملفات الرئيسية الملفات تتعلق بيمكن محور الزيارة هذه المرة القضايا الإفريقية والمساعدات الأوروبية للقرى الإفريقية والوصول إلى معدلات الاستثمار المطلوبة لتنمية القرى الإفريقية نحن بنتكلم على 150 مليار يورو سيتم تخصصهم في الفترة القادمة لتنمية القرى الإفريقية وزادة الاستثمارات فيها لكن دائما سيد الرئيس بيحرص على عرض الجهود التنموية التي تمت في الدولة مصرية وده بيتم من خلال اصحاب وزراء المجموعة الاقتصادية عرض التغيرات التي حدثت على الأرض خاصة في مناطق الاستثمار اللوجيستي في الدولة مصرية سواء في منطقة قناة السويس أو في العاصمة الإدارية أو في العالمين وعرض الإنجازات التنموية التي تمت على الأرض وتمهيد البنية الأساسية المصرية لتقبل هذه الاستثمارات في المستقبل بما يوفر الحضانة اللازمة لنمو الاستثمارات الملف الثاني دائما سيدة الرئيس بيكون حاضر معاه ملف القضايا التي هي على اشتباك مع الأمن القومي المصري بالطبع القضايا الليبية القضايا السودانية القضايا السورية القضايا اليمنية هي من القضايا اللي دائما الدولة مصرية تحرص على توضيح موقفة فيها مع دول العالم وفي القلب دائما تظل القضايا الفلسطينية هي القضايا المحور التي تكون الدولة مصرية حريصة على التأكيد على أن حل هذه القضايا هو المفتاح لحل باقي قضايا الإقليم لأنها قضايا يتم استخدامها وتسويقها عبر آليات مختلفة لزيادة حجم وعمق تأثير الصراعات في باقي القضايا القضايا الثالثة والأهم أن الدولة مصرية تحرص على تقديم نمزجها التنموية يعني دائما الدولة مصرية تكون حريصة على إبراز ما تم في مشروع حياة كريمة باعتباره أكبر مشروع قومي تم في هذا القرن لتطوير قرى الريف المصري في الوجه القبلي وفي الوجه البحري القضايا الرابعة التي الدولة مصرية تهتم بها الحقيقة حقوق الإنسان والدولة مصرية في هذا الإطار بتهتم أنها توضح للعالم حق السيادة وحق الندية وأنه غير مسموح التدخل في شؤون الدولة الوطنية بأي حال من الأحوال وحجم الإنجازة التي تتحقق في الدولة المصرية في الفترة الأخيرة عبر إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان وما تضمن هذه الاستراتيجية من ضمانات كافية لحقوق الإنسان المصري وفقا للتقاليد والسوابط المجتمعية المصرية بما يكفل حياة كريمة بالفعل لكل مواطن مصري إذا تم التعامل وإذا كانت هناك جدية خالصة ورغبة في التعاون من قبل دول العالم واحترام لسيادة الدولة المصرية التعاون ينبغي أن يقوم على هذا المستوى من التفهم لثقافات الدول الأخرى ولشعوب الدول الأخرى وللظروف التي تمرد الدول الأخرى بها الملف الخامس ملف الإرهاب وده ملف الدولة المصرية معانية دايما بأنها تعرض لإنجازاتها فيه لأنهم دول كانوا أهم تحديين رئيسيين قدام الدولة المصرية التنمية والإرهاب وكيف استطعت الدولة المصرية والإثنين كانوا مرتبطين ببعض بشدة وإزان هي وهي بتحقق النجاح وتضحق الإرهاب تمكنت من تحقيق التنمية وتمكنت أيضا من وقاية الطرف الأوروبي الشريك الرئيسي للدولة المصرية والقارة الأفريقية من خطر الهجرة غير الشرعية عظيم مسؤول زحمد قبل سبع سنين لم تكن العلاقات ما بين مصر ودول القارة الأفريقية على النحو المطلوب لكن دلوقتي احنا شايفين مصر بتقود القارة الأفريقية وزيما حضرتك قلت في أي محفل دولي يتحدث الرئيس عدد الفتاح سيسي باسم القارة الأفريقية إيه اللي حصل؟ اللي حصل أنك انت اقترابت اقتراب تعاوني تنموي مختلف استطعت أن تقدم خبراتك الفنية والإدارية استطعت أنك انت تستلهم الطاقات وتحفز الطاقات لقطاع كبير من الشباب الأفريقي الأدوار المختلفة للقوى النعمة المصرية وعلى رأسها منتدى شباب العالم واللي احنا بنشوف فيه مشاركة فعالة لقطاعات من الشباب الأفريقي وإسهمهم في منقشة قضايا القارة وتبني الأمم المتحدة لمؤتمرات منتديات شباب العالم باعتبرها منتديات توصياتها ينبغي النظر لها ودرساتها وإقرارها في الأمم المتحدة ده أمر بيعكس الاهتمام بقضايا الشباب الأفريقي الحقيقة الدولة المصرية في اقترابها من القارة الأفريقية اهتمت أن هي توصق العلاقات على أسس تحتية مش على أسس النظام مع نظام آخر لا أنت بتشتغل على اقتراب تعاوني وليس اقتراب تخريبي يعني ما أنت ممكن تعمل منتديات لشباب العالم ممكن تستضيف شباب عالم بس تخليهم يشتغلوا على غير أولويات الدولة الوطنية داخل كل دولة من دولهم إنما أنت في الحقيقة أنه لما بتعمل هذا الاقتراب أنت بتشعر هذا الشباب بأهميته بقيمته بقدرته على التواصل والحوار مع رأس الدولة المصرية فخمة رئيس عفلتاح السيسي في اللقاءات المختلفة اللي بيتم عقدها ومن ثم أنت بتقدر توصل نموذج تنموي لهذا الشباب بتهتم بأفكار ريادة الأعمال بتعرض لخبرات هذا الشباب في مواجهة التحديات غير التقليدي اللي بتواجه التقارة سواء التحديات ما بعد جائحة كورونا سواء التحديات المناخية ويمكن الإسام الرئيسي للدولة المصرية في منتدى شباب العالم الأخير وفي اللقاء الأخير في القمة الأفريقية الأوروبية كان يتعلق فيه جلسة مخصصة للمناخ ويمكن مناشات الشباب المصري ومناشات الشباب الأفريقي بتتضمن كثير من الرؤى اللي بتتبناها الدولة المصرية ودول القارة الأفريقية في التعامل مع هذا الأمر الاقتراب ده اقتراب مختلف جدا عن فترة انقطاع طويلة مرت بالدولة المصرية في علاقتها بالدولة الأفريقية كانت العلاقات فيها مستقرة على مستوى التعامل الدبلوماسي والمستوى الرسمي للعلاقات ما كانش فيه هذا النوع من الاقتراب لتغيير الصورة النمطية للشعب المصري وانتماءه الأفريقي لجزوره الأفريقية وعلاقته مع شعوب القارة الأفريقية وعشان كده انت بتقدر تشوف ترحيب كبير جدا من دول القارة ومن قادة هذه الدول لإدركهم أن الدولة المصرية تتحرك مؤسسيا بصورة فعالة من أجل تنمية ودعم حقوق الشعوب في هذه الدول اتنين أن الدولة المصرية تؤسس للعلاقات على مستوى تحتي بيشمل العلاقات مع الشعوب والشباب بطريقة تتيح ليهم التمكين من قدرتهم وطرح رؤاهم باعتبرهم رواد أعمال في هذه الدول وتشجيع هذه التطورات المهمة على صعيد الشباب الأفريقي قائمة الفكرة على الاحترام الحقيقي لشعوب الجوار في أفريقيا نحن مش بنتكلم على مستوى حكومات ودول نحن بنتكلم كمان على المستوى الشعبي يعني علاقات حقيقية قائمة بينهم خلينا أقول لحضرتك حاجة مهمة في الإطار ده ولازم نتفهمها مع الاحتفاظ بالحق الكامل للدولة المصرية في الدفاع عن أمنها قوم المائي واعتبار مياه النيل خطا أحمر إلا أن الدولة المصرية قدمت للدول الأفريقية البرهان العملي على إدارتها الرشيدة والعقلانية لهذه الأزمة والتزامها بكل القرارات والموصيق والاتفاقيات التي تم توقعها في هذا الإطار وأيضا أن الدولة المصرية تتعاون وتبدي دائما حسن النية في التعامل مع الاتحاد الأفريقي بغرض التوصل إلى حل دائم وشامل وعادل لهذه القضية ده نموذج الدولة المصرية بتقدمه كنموذج رائد للتعامل بين الدول القرارة الأفريقية وإزاي أن الصراعات والأزمات يمكن أن يتم إدارتها من خلال المنظومة الإقليمية المعنية بهذا الأمر وده يمكن بيعكس تطور مهم بيزيد من مصداقية الدولة وقياداتها لدى شعوب القرارة الأفريقية من ضمن التحديات المهمة جدا لتواجه القرارة الأفريقية خلال الفترة الأخيرة هي التغيرات المناخية أشرت إلى هذه النقطة دلوقتي وتكلم فيها رئيس عبد الفتاح سيسي مبارح في هذه القمة القمة الأفريقية الأوروبية لأن شعوب القرارة الأفريقية هي الأكثر تضررا من دول العالم الدول الصناعية هي الأكثر تأثيرا للمناخ زي شايف هذه القمة من هذه ناحية تحديدا وازاي الدول الأوروبية هتدعم دول القرارة الأفريقية في هذا الملف طيب إذا كنت قلت لحضرتك أن احنا بنتكلم عن قمة العدالة أنا فعلا معني بقمة العدالة وقمة تحقيقها على الأرض وقمة استعادة حقوق الشعوب الأفريقية الشعوب الأفريقية دفعت تمن طويل جدا لاستثمارات ولمخلفات صناعية للدول الكبرى التي كانت تقيمة نطقة صناعية في مختلف دول القرارة الأفريقية مما زاد من العديد من العوامل التي تؤثر إلى إحداث تغير مناخي اتزادت عندك ظاهرة الاحتباس الحراري اتزادت عندك ظاهرة تلوس البيئة ومن ثم حدث نوع من أنواع التغير مناخي ما بقاش النهاردة بيهدد بس القرارة الأفريقية ولكن بقى بيهدد شعوب العالم لما شعوب العالم بتحاول تحل هذه القضية ينبغي عليها أن تدفع التمن ده وأن تساهم في إعادة البيئة إلى طبيعتها خاصة لما تمثلها القرارة الأفريقية من سلة غزاء أفريقيا يمكن أن تكون سلة غزاء للعالم أفريقيا يمكن أن تكون سلة صناعة للعالم ولكن وفقا للإستراطات الجديدة للتعامل مع البيئة بهدف تخفيض درجة الحرارة أنت مستهدف أنك أنت تخفيض درجة الحرارة حوالي درجة ونص من هذه الدرجات على مستوى العالم وفقا لخطط منظمة الأمم المتحدة أنت بتتكلم عن ضرورة دعم مشروعات البنية الأساسية والمشروعات الاقتصادية وفقا لقواعد الاقتصاد الأخضر ووفقا للمشروعات الخضراء والزرقاء التي تدعم الدول المطلة على المحيط أو الدول المطلة على البحار بحيث أنك تقدر بالفعل تحافظ على التنوع البيولوجي القائم في القرارة الأفريقية وعدم تدميره في المستقبل وده يتطلب استثمارات ضخمة متوقع أن تشملها 150 مليون يورو التي يتم تخفصهم لهذا الإطار الكتب الصحفي الأساس أحمد ناجي أمحى رئيس تحرير مجالة السياسة الدولية شرفنا بوجودك معنا أهلاً شكراً لك